اللي كانت وش السبب لك تقدم وش رسالة اللي حابة توصلها لأن السبب واضح للجمهور كلهم شاف هاي اللذاء ما شاء الله تلغك لله بس السبب استاهل الله استاهل الله والله حتى هذه نمكات في الحسبة نشهد علي الله أنها لم تكن في الحسبة وأدائي ذاك اليوم أني حتى ممكن أقول لكم بعد البث أقول يعني أحس أني مو أحس أنا فعلا ماني راضي أحس أن علي ما طلع كل شي عندك تلداء والانتراض هاي الدليل إنك ما شاء الله فهمت علي والله يبدأ لكن استرسوا خلص استرسوا والله أشوف سبحان الله يقول ما كل ما يتمناه المرء يدركه تجي رياحه بما لا تشتهي السفن أحيانا سبحان الله تضع أينك على هدف وجيك هدف ثاني وتتمناه ونفسك تكون شغوفة وتبذل ما في يدك وما وراك وما دونك لأجل أنك تبغ هذا الشيء لكن الله يصرف لك الحكمة وقدر أنت ما تعرف يش هو وش وراه خلصت يعني خلصت الجامعة حتى التخصص اللي أنا كنت فيه يعني ما هو كان رغبتي في البدايات ممكن قد قلت الكلام هذا كرام الله أه أني الحمد لله حب التقديم واللقاء والحاجات هذه والقراعة يعني فيني مكتسب من الصغر ومكتسبة من الوالد يعني الله نعم آمين يا رب أني يوم خلصت كنت أبغل زي ما تقولوني ش اسمها على عدة كليات تعرف الهدف الواحد إنه مثلا يعني منصب كيس ويأمن مستقبله وزي كذا أنا الحمد لله ربي يعني ما كتب لي توفيق فيها قبل البرنامج أنا طبعا نفس ما قال بحصة في السناب خبر ريالتي خبر ريالتي فيه كذا وفيه كذا ومصور وراعي في لقات وراعي دينية رعي في لقات وراعي دينية تصوير حركات أيو نعم يعني حتى اللي يتابعونك لا حق يعني إنك فيه ناس شخصي يجبون كذا وناس كذا وناس كذا فخلصت على أطاري تقديم جيت مرة من مرات كنت مقدم على التحكيم في كرة التحد السعودي وكنت مقدم على الأوقاف في الدولة للشاطئ المهم أني وتيتي رسالة المرطان أنا طبعا نتابع بدايما من يوم أنا صبيت أنا في البيت نحن نشأنا على برامج يعني الهادفة القنوات الهادفة التوعية للوالد والوالد الله يحفظهم يا ربا كنت أتابع يعني وأعرف البرامج وأعرف كل شيء وأعرف تفاصيلها كاملة لكن علي ما قد خاض التجربة أن يكون متسابق فيها فاهمت؟ كنت أشوف أني بس ما توقعت أنك راح تقوم بها يعني أشوف أني أنا أقدر فعلا أنا أجي هنا فاهمت؟ أنا فعلا أقدر أجي هنا أي شيء اللي يمنعني الحمد الله فاهمت؟ بس ما هو الشكل أن لا فعلا أني بجي وبعيش للتجربة وراح أخوض أكون بين جدران وكاميرات ودنيا وعالم ونص حربي يصير زميل فاهمت؟ كمان؟ صادق المهم أقدم ذلك اليوم قدمت؟ والله وقتها كانت حتى أنا أخبر أنها كانت على قبل الرواتب يعني كانت على قولتهم القروش يا إبراهيم فاهمت؟ المهم أني كنت أسأل الوالد هو الوالدين كان هنا خاور مشاور يعني أقولتهم فاهمتني يلتش العلم؟ قال الله أكذا قال والله دراهم ما فيه عادي بكيفك تبقى قال دراهم ما فيه عادي بكيفك تبقى أنت تسلف تروح تتقدم عادي الله يوفقك وتبقى لك الخير تراد بيشوف أنت صامل وأنت صامل ايه؟ أهم علي بالعكس أنا أهل يوم درو بالعكس الله أقدم ما قدمت ايه؟ إلا والله قدمت أرسلت لهم رسالة بس أرسلتهم المقطع عرفتها ستين ثانية جياني يرد اليوم الثاني قالتهم أقبولك فهمت بما بلاك كذا المهم قلت خلص يا أد أجل باك أنسل ومدريش رقم الحساب عثر أهلي أنا يوم حولت لهم رقم الرسالة على الواتس أنا أبوي ما أعطني فلوس ولا أحول لي ولا أقلي أي شيء سهيت خلاص والله إني حدت ناسيتها سبحان الله لأنه حتى من أول أبوي في خطيرة تخصص كذلك كان يقولي يروح هنا أروح أبدي كلمة أبوي على رغبة يعني لأن سبحان الله لما ترضي والديك ربي راح يرضيك في حياتك فأمشي والله يا يال قعدت يومين أني يمكن أنا قدمت قبلك في التقديم أول ما جاء التقديم أنا أعطول قدمت فأقود يومين رحت سويت المقابلة في أبها سويت المقابلة عندنا في المجاردة في الوظيفتين كلها وجاني فيها قبول يا يال كلها جاني فيها قبول الله الحمد فهمت علي؟ فيجي أرجع لبيت تم قبولك مدريش وشكر لك على سدادك المبلغ يا ولد متى سددت؟ كيف؟ ويش سويت؟ على طول عرفت؟ هلت دمعتي ذاك لي والله يا رجال أنها هلت دمعتي ما هو من شيء لكن سبحان الله فهمت اللي تحس أنها ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أضمنها لا تفرج هنا الكلام عرفت أن أبوي هو اللي حول المبلغ وسدد بدون ما يقول كيف فهمت؟ أروح عنده وأسأل الإمالية كذا وهو الوالدة أمشي والحمد لله قال حاتم ذاكي مجيت هنا طنطن بس أنه أخذ الكرت الأول مساعدة أخذ الكرت الثاني وكرت الثالث ناصر القماش مادي من أخذ الرابع واحد مليا يوم جيت أنا أخذ الكرت قال الله بسلطان قال له بقي عندي كرت بطي فتيسرت الأمور ومشت الحمد لله الرسالة هادفة فيه هدف وفيه رسالة هدف أن يكون أحد العلميين وأحد المقدمين معروفين في المملكة بإذن الله ورسالة أن نوصل كل ما يبقى لك أثر في حياتك الدنيا ها؟ لبي أبشر جايك بس ورسالة أن يوصل كل شيء كلمة 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 لكن كنت متحفظ بعض الكلمات شفت؟ البرناء المجلس قمت بداية برقنا كبير وكل شيء كبير لكن أنا أنا عن نفسنا والله ما كنت بي أنا مقدمت قلتها حلس تم قبولك وقتها ساعة ساب الليل بكرة عندي دواء ساب الليلة رحت استراحل من ديال